إذن حسين آشيو هل هناك مفاجآت بين ستناء ربما المغرب التي خلقت المفاجآة؟ ماذا عن هذه المنتخبات المتأهلة إلى الدورة الربع النهائي؟ أبدأ بربما دعني أتحدث عن كرواتيا كرواتيا هذا المنتخب الذي تأهلم بأقل مجهود مثلا بأقل مستوى مقارنة بالمنتخبات الأخرى ليست كرواتيا زمان على الأقل ببعض الأسماء التي لم تبرز في المواجهة الأخيرة تحدثوا على مودريش مثلا؟ أحاكيم على كل حال لا تستطيع تتأهل بأقل مجهود بأقل مستوى ربما المجموعة أنصفتهم لأنهم هم اللي كانوا أقوياء في المجموعة ولكن ما نساوش بلين نرجعوا قليل برك للوراء كرواتيا كانت في النهائي وشفنا كيفاش لعبين هادوما كيفاش لعبوا ضد فرنسا ولو نهازموا في النهائي ولكن دائما يحسب لهم ألف حساب لأن في المونديا الآخر هم اللي نشطوا النهائي عندهم لعبين عندهم خبرة عندهم حنكة ولكن تعب وكي تجيك مباريات صعبة في الأول وكنا نشوفوا على غيرار طليان في السنين العشر السنين أو أكثر الماضية طليان كانوا دائما عندهم مشاكل في الدور الأول دائما كانوا يتأهلوا بصعوبة وفي الآخر تلقاهم في المربع الذهبي الفرق خاصة اللي تكون عندها يعني قيمة وتنشط الرباعي الأخير دائما تكون عندها مباراة قوية مع الخصوم تحاف المونديا المقبل لأنه يحسب لها ألف حساب عكس المنتخبات يعني الليمت يكونوش معروفين كتير هما اللي يصنعوا المفاجآت لأنه دائما كان منتخبات يعني استصغروا شوية أو يحسبوا رحم خلاص يعني يجوزوا بأقل مجهود نظن أنا كرواتيا ولو ما ظهرتش بالمستوى أنا معاك حاكيم اللي كنا نتوقعه ما ظهرتش بذلك المستوى مثلا مودريتش القيمة اللي نعرفوه كيفاش كان ولكن نظن لي عوامل لأنه كيكونوا تنين تلاتة لعبين يعني ما يخدموش يعني ما يديروش المجهود التحهم اللي لازم دائما يكونوا لعبين يضحيوا من أجلهم ويفقدوا يعني وش يعطيوه هو ما في المنصب تحهم ولكن كي تشوف وش يمد للمجموعات تشوف باللي أمور كتيرة يعطوها المجموعات كنتشوف يعني اللعبين هادو كيما مودريتش وبروزوفيتش غالبا رح كنت نشوف نعاود نشوف لقاء تاع كرواتيا تشوف بروزوفيتش يلحق حتى الست أنطار ومبعد تعاود تلقاه هو يدافع أين تصنف المنتخب الكرواتي من بين المنتخبات المتأهلة بين البرازيل الأرجنتين هولندا البرتغال المغرب فرنسا وإنجليترا رغم أنها وصيفة نسخة الماضية هاد المنتخبات كيما كرواتيا تقدر تنتظر منه كل شيء يقدر يهزم لك أي منتخب لأنه عنده هذيك الشخصيات اللعبين عنده هذيك الاثتيكا كراح شاف نهائي كيفاش داير وعنده لعبين يقدروا يديروا آداء عالي الجودة في أي مجموعة كمجموعة أو كفرديا يقدروا يصنعوا الفارق نظن هاد المنتخبات كيما كرواتيا يحسب لها ألف حساب ترجمة نانسي قنقر